خليني أرجع للسؤال اللي ذكرته في البداية خلقنا لنثمر وكلام الرب يقول ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع يعني إيه اللي ممكن يتعمل وأنا ما عملته يعني كأنه الله بيسأل بصيغة إنسانية طب يا جماعة يعني قلوا لي هل في إشي كان ناقص مثل ما ذكرت في بداية نقبه ونقى حجرته وبانه برجا ونقر في معصرة ما خلاش إشي إلا عمله وبالنتيجة كان عنا بردي فمكتوب أيضا يعني خلقنا لنثمر إيه اللي ممكن يتعمل شوف يا أستيس نزار قبل ما جاوب على سؤال حضرتك أنا عايز أرجع لمرقص 11 لما الرب يسوع جع وآتى إلى التينة أيوة كانت مورقة لكنه لم يجد فيها إلا ورقا والسؤال يعني مرقص بيحطنا في شيء كأنه يعني كأنه لغس بس هو مش لغس حتى تعرف البلاد يقول لنا فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين يقول فنظر شجرة التينة على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد متى 21 الآية 19 فيابست التينة في الحال متى 21 الآية 19 الفكرة كالآتي يا أسيس النظار هنا الكتاب يحدد أنه لم يكن وقت التين وأكيد كل واحد اشتغل في البلاد واشتغل في الزراعة عارف أنه شغرة التين قبل ما يأتي وقت الإصمار هناك بكورة صح تظهر في الشجرة وهذه البكورة كما تحدد الشريعة هي ملك للرب أيها ما بتاعت إنسان لا يستطيع إنسان أن يأكلها أو يتجر بها لكن الشريعة كان بتنص أن البكورة هي تعطي الرب بكورات غلاتك والرب يسوع أتى إلى شجرة التين لكي يأخذ حقه لكي يأخذ هذه البكورة ولم يجد إلا ورقا لم يجد البكورة وأنا بأسأل يا أخواتي من فضلكم فكروا هل النهاردة هناك ثمر أم أن هناك شجرة جميلة مورقة بديعة لكنها بلا ثمر بلا ثمر أنا مش بدور على عدد الخدمات والنهضات والترانيم والتسبيح والأنشطة والخدمات الاجتماعية وحتى الروحية وإلى آخره لكن نحن النهاردة بندور على الثمر أنا شخصيا بشكر الله لأني وجدت من يتلمذني من يتم بي من يصنع مني تلميذا للمسيح والسؤال هو هل نحن فعلا والسؤال هو ماذا يصنع بعد الكرمي الحقيقة أنه الرب عطى قصاص لهذه الشجرة وهو بيقول لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد فيا بس ستتين في الحال أنا الحقيقة خايف وفي مظاهر كثيرة جدا من ضمنها الابتعاد عن صدق عن تصديق كلمة الله والإيمان بكلمة الله والعودة إلى كلمة الله أعتقد أنها هي أحد الحلول الأساسية والرئيسية وكفانا عبث بكلمة الله دون أدلة ودون براهين أفقدتنا الكثير جدا من مصدقية خدمتنا يعني عشان فيه كمان من أحبائنا اللي بيسألونا كتير على هذا الموضوع كيف أنه الرب يعني بيؤمر تيني وما كانش الموسم بس للتوضيح الموسم هو في شهر تمانية في شهر آب في أغسطس هذا الموسم منسميه موسم الأسواق يعني بلقته تين ويباع في الأسواق ولكن في الربيع في تين بيطلع اسمه الدفور وأنا موجود حتى في الكتاب المقدس في نشيد الأنشاد مكتوب في آية 12 أصحاح 2 الزهور ظهرت في الأرض بلغ أوان القطبي وصوت اليمامة سمع في أرضنا التينة أخرجت في الجهة وقعال الكروم يعني التين أخرجت الفجل وهذا التين اللي بأوله بيطلع بسمه هجم هيك على مدار أسبوعين مذاقه حلو خلاص وبينزل عشان الموسم في شهر تمانية بس هذا التصحيح من ناحية دفاعية اللي بيتهم أنه لا طموه ما كانش الموسم ولكن الرب كان عنده رسالة تانية بكى في نفس الصياق رث على أورشليم لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادك فده كان مهم جدا يعني بالنسبة لرب يسوع لأنه كان موضوع الهيكل ما هو عبد يروح يطاهر الهيكل موضوع أوراق تين جميلة مظاهر وأشكال التدين الخارجي ولكن بدون صمر عقيمة وهذه المشكلة والرب فكرنا بآدم وحولة مخاطة أو العري بتاعهم بأوراق تين وكأن شجرة التين تتحدث عن تاريخ من الفشل الإنساني الزريع اللي احنا بكل أسف في بعض الأحيان بنعاني منه اشتركوا في القناة